احنا كنا اتكلمنا في الوحدة الاولى عن مبدأ العد بس لو تفتكروا بصراحة كده كنا رجعنا اول على قوانين التبديل والتوافيق وطبعا المضروب اللي كنا اخدناه فيه تانية سنوي كنا رجعنا او اخدنا مبدأ العد بعدين اخدنا بقى بتوسع شوية القوانين تاعت التبديل والتوافيق وتمارين عليها الجزئية التانية في الوحدة الاولى كانت نظرية اللي هي نظرية زلحدين بقص صحيح موجب واخدنا برضو فيها شوية قوانين طب إحنا النهار ده هنرجع إيه؟ تعالوا نرجع الجزء الأول في الوحدة الأولى وهو مبدأ العد أو قوانين التبديل والتوفيق طب تعالوا مع بعض كده نفتكر كنا بنقول إيه وكانت قوانيننا إيه قبل أن نبدأ ناخد التمارين كان عندنا أول حاجة مضروب العدد طبعا مضروب العدد نون هو عبارة عن نبدأ بالعدد نون بعدين فيه نون ناقص واحد نون ناقص اثنين وهكذا ثلاثة اثنين واحد مضروبين في بعض وبالتالي مضروب خمسة مثلا يبقى عبارة عن خمسة فاربعة في ثلاثة في اثنين في واحد فبيقول لي أن مضروب نون بيسوي نون في نون ناقص الواحد نون ناقص اثنين وهكذا مضروب في ثلاثة في اثنين في واحد طب بيقول لي كمان مضروب مثلا ستة على سبيل المثال عبارة عن ستة في خمسة فاربعة في ثلاثة في اثنين في واحد طيب ملاحظة بتاعتنا ايه؟ بيقول لي مضروب الواحد بواحد طب ده طبيعه منطقي بس اللي مش منطقي دي نظرية ان مضروب الصفر هو كمان بواحد مهمة جدا اما يبقى عندي واحد ممكن اعبر عنه على انه اما مضروب واحد واما مضروب صفر ما يقل له حل المعادلة مضروب صين ناقص الواحد تساوي واحد فالواحد ده اعبر عنه بطريقتين على انه مضروب واحد وطلع قيمة الصين ومضروب صفر وطلع برضو قيمة الصين